شفوني الشي هذا اللي قدامين الله يا لبي يا لبي سلام تنظيف بيوت أو هاوس فليبر واحدة من أجمل وأروع الألعاب اللي أنا ما أنصفتها ولا أعطيتها حقها نهائيا آن بعد ما شفت إعلان إن في هاوس فليبر 2 راح تنزل تقريبا بعد ستة شهور قلت لا ما تنزل الجزء الثاني وأنا الجزء الأول ما نزلت منها إلا ثمانية مقاطع فقط سلامات يا حبيبي إن شاء الله من دعمكم ومن اللايكات نثبت هذه اللعبة كسلسلة في القناة تشوفونا بشكل أسبوعي بإذن الواحد الأحد لو تبغونا نكمل على هذه السلسلة ونكمل بإذن الله الواحد الأحد حط لايك على المقطع عشان نعرف إن عجبتكم اللعبة أوكي الآن خلونا نبدأ وأقول لك وش راح نسوي في هذا المقطع واي واي اسمع اي اشتراكة او الاشتراكة يا حبيبي يلا يلا معنا باقي شي نبغى نطلع من الستة مليون هذه بأي طريقة يا الله يا جماعة يا الله يا القدم والله من زمان طبعا هذا المكتب حقنا صح؟ ايو المكتب حقنا يا الله هاي دقيقة بسم الله يا الله والله مرة قديمة ولو عن نور يا حبيبي حتى لون الجدران كنت مسوي على لون جدران الغرفة اللي كنت فيها زمان مرة وسبحان الله حتى الغرفة دي اللي أنا فيها الآن فيها نفس لون الجدران هذي فهذا شي كويس أحس إن أنا لازلت في الغرفة حقتي طبعا هنا الظاهر كان في صورة اللي أنا كنت حاطة لي صورة القناة حقتي زمان لكن الحين لأنه مي موجودة في الجهاز حقي أتوقع ما سوى لها ديندر يا لطيف شوفوا كيف فوق الوسخ مليان يمين ويسار يبغى لننظف البيت والله العظيم ما أرضى دقيقة هاي هلو كيف أطلع ايوه وين ها دي كده صح ايوه قاعد يتنظف هي والله مدري قاعد يتنظف ولا لا ايوه ايوه شجر خرب مدري هذي إضافة جديدة ولا لا بس ترى أنا من الزمان حرفيا عن اللعبة يا جماعة مرة مرة من الزمان يعني أنا واثق بالنسبة كبيرة جدا أنه في أشياء كثير تغيرت وأنا ما أعرفها لكن هذا الحلو في الموضوع الحين لأنا نوية جماعة في هذا المقطع أنه أنا بحاول أنه يعني نقدر ناخد بيوت كثيرة دقيقة شهذا ماذا أضافوا بيوت جديدة واو والله شكله فخم ذا مدري كذا كأنه زي غرفة غيمر يا لبيه طيب زمان هاكر لفت العب العب يا لبيه زي الشقة كذا في برج اللفت طبعا ليه زي الشقة صغيرة كذا في برج تكون وحقة هاكر يقول هنا كان في هاكر مشهور جدا ساكن فيها لكن قرر أنه يبيعها واو أوكي يلا نشتري ونضبط ناقصنا تقريبا ثلاثين ألف أوكي هدفنا في هذه الحلقة نجيب مئة ألف عشان نشتري هذا البيت ونضبطه والله العظيم يا جماعة لو أقلب هذا الاستيديو حقي هنا يقل عم الفخامة حلونا الحين نروح لأنهم شوفوا هرجت أني أشتري بيت وضبطه يعني غالية البيوت صراحة وبتأخذ فلوس مرة كثير وبيأخذ مني وقت مرة كثير فرح نروح هنا عند الرسائل هذول الناس كلهم يبغون نضبط لهم البيوت رح نشوف له كذا بيت يعني تضبيطه حلو ويا رب يعطينا فلوس كويسة يا رب العالمين أوكي لفت انتباهي هذه الشيئين أنا ما أذكر أنها كانت موجودة زمان في هذه علامة النووي وكلها مكتوب عندها بانكر يعني اللي هو القبو فهذا كاتب laser tag in a bunker laser tag أظنها لعبة نشوف يقول هالا والله أنا وأصدقائي نبغى نفتح لنا محل حق laser tag أوكي أتوقع أنه زبدة الكلام أنه يبغونا نضبط كل شيء لكن مادني ليش قالي فالأخير هنا just take care انتبه لا تحرق نفسك مادني ليش قصدة لكن نقبل المهمة وتوكلنا على الله خلنا نشوف أوه هذا شكل بيت يا إله مو بيت حتى قبو قبو هي دقيقة شوف يا جماعة مكتوب حياتين 11191 هذا الانكم كذا أوتوماتيك ولا لما أخلص والله ما أعرف بصراحة لكن بسم الله خلونا نبدأ أتوقع أول شيء دقيقة ستنى أزرق نشوف دينا أخذه والله فليم ثرور والله قاذف لهب والحوب تحت يعني هذه زي شيء أوكي بداية حلوة بداية حلوة أوه يا جماعة يقول لو في مثلا الزبايل الله يكرمكم تبغى تشيلها أو تقدر تحرقها بهذا الجهاز تقدر بشكل سريع لكن انتبه ترى حتى الأثاث الغالي وبرضو حتى العشب ممكن ينحرق بسبب هذا الجهاز فخلك حذر يعني هذا شيء حرفيا راح يساعدنا مرة في إزالة الأوساخ بشكل سريع المشكلة الوحيدة أنه فيه زي البنزين لو خلص خلاص ما عد نقدر نستخدمه فيبغاننا اللي هو هذه العلبة الحمرة فيبغاننا نكون حريصين بس حلو يمدينا نشتري علبة من الشب يعني بس الله يعني كم سعرها طيب هذا هو الجهاز حلو في علبة أوريدي ومعانا علبة راكبة أوريدي على الجهاز خلنا نجرب ايش رايكم من الله بيك أب شوفل يهو استلق أشياء الجديدة يا جماعة أول مرة أمسك هذا الشيء العب أوكي يا عيني يلا يلا نظف نصبطهم احلى وكال للليزر تاك من يعرف صراحة هذه الخلطة ايش كانوا نووين يستخدمونا فيه شوفوا يا جماعة علامة نووي شلتر زي المخبأ أو زي الملجأ وووو توني أنتبه للخريطة شوفوا كيف الخريطة شكلها يا لطيف والله زبايل مليانة في ذا المكان أوه تشوف الفلوس تحت قاعدة تزيد يا لبي يعني هو في البداية قال حيعطيني 11 ألف بعدين قامت تزيد يعني 11 ألف هذه الأساس الحين وليدي صار عندنا 13 ألف بس ما نقدر نأخذها طبعا لأن نوصل عند الخط الأبيض هذا الشيء صراحة نوعا ما مبشر يعني أنه حيجينا فلوس وحركات ونوصل للمئة ألف دولار قريب بس يبغالي أتعداها المئة ألف لأنه لو أخدت الغرفة الهاكر هذه المئة ألف ما راح يبغالي تقريبا إلا بس ألف دولار ما راح يبغالي أضبط شي حرفيا راح أتورط هذي هش قزاز؟ أوكي توقع حرفيا الآن قطيت نشوف أيوه أيوه حلوه السؤال الشي الشي اللي نحرق الحين ماني عار دقيقة يا لبي يا عيني يا هلا والله دقيقة دقيقة خلنا نروح دادي هنا مليان هذي ممدينا يا حريقة صح؟ يا ماتنا حريقة هذي يا لبي يا لبي يا لبي يا لبي لا انتهى البنزين بسرعة عاش للغش هاي أنا عبي يا عيني عبينا وعطونا سكيل جديدة دقيقة لاتشوف أنا قد طورتها زمان وصلت السرعة حقتها إلى خمسين هنا القوة هنا الهامر اللي هي المطرقة أوكي ما دي والله أنا أطور إلى مطرقة احترافية ولا يسير عندي خمسة في المئة عضلات ولا أكون أسرع والله السرعة مهمة السرعة مرة مهمة صراحة معلش أوكي صراحة حرام أني أستخدم هذه عليها القاذف اللهب فاخلي شي لا بيدي كذا أحسن يا أفضل صراحة اللي أقدر أقولها إلى الآن هذه أسوأ صراحة مهمة موجودة اللي هي أنك تنظف الأرضيات والله يا مرة حقة الكريك هذه مرة مقرفة سؤال هذه الأداء اللي أنا استخدمها الآن اللي هي إحنا نسميها كريك وفي ناس سموناها جاروف إيش تسمونها أنتو وأكتب اسم البلد حقك يعني كذا إحنا نسميها أوكتب رقم الدقيقة نسميها كذا واسم البلد عشان يعني هنا نعرف الثقافات أنا أنا ببدأ يلا أوكي إحنا هنا في أبها نسميها الكريك أبا ليش قلت أبا ما قلت السعودية لأني أنا متأكد في ناس يعني في رياض جدة كذا مختلفة لسما عندهم والله أعلم بعد مدري طيب تقريبا صارت نظيفة هنا بس من اللي قاعد يكتل كذا وشخمت بره ما أنا يعارف نشيل هنا الزبايل يا عبيب يالله المستعود يشفوا ولو الناس نظيفين خلاصة شلون الزبايل الأول بأول والله ما كانت تراكم كذا لكن شي مؤسف بصراحة هذا ما يروح أوكي ما دي الأشياء هذه ما تروح صراحة يا مقلتشة ولا إيش لكن مقلتشة ما بمشكلة أنحرق العشب أسف وربي وربي ما أدري كيف أنا سوات هنا راح فوق كيف فقل عمر كذب تقريبا بره خلصنا كل حاجة خلونا برضو أظن يحتاج أن نمسح ما ديش كيف تحت تابلت ما أدري ما أدري احتاج أن نمسح الجدران صح يب يبغى لها تلميع الجدران من ما دري من هذا الجهن لما أو لا ما في شفوا الجهة دي نظيفة كل شفوا الجدار في الماب فوق نظيف مرة أتوقع أنه فقط هنا هنا فقط نمسح الكتابات هذه مدينة مسحها مسحنا الكتابات كلها خلونا ميلقمون يا حبيبي ماذا قلت لها جبالي حق العناكب الدنيا تقريبا الآن من بره صار يعني نظيف مئة في المئة هنا شفي ليش في أسود بره هنا هنا كذا تحت أهو الأرضية أوكي هذا براتب هو عاجبني شكل كذا بس ما أدري عاد ما نخليه الحين من بره هنا زي الفل مرة عشرة على عشرة خلونا ندخل نستكشف هذا البنكر يا إلهي يا إلهي يا إلهي أوكي زبايل نشوفوا اليمين هنا ولله ورانا شغل كثير قال supplying النّャ يا صدى قال لiana إله إلا الله إيش هذا هذا مهجور حرفيا حرفيا هذا المكان ما في الشيء بس جيل زبايل الله يكربكم إلى الآن معطيني خمسة عشر ألف يالبي خلاص قربنا من هدفنا تقريبا إنحنا نحتاج ثلاثين ألف وازيادة شوية عشان نقدر نشتري أثاث فخهم لما نضبط غرفة الهاكر إذا أشتريناها أوكي 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 يا الله الدنيا يعني هنا يبغى لها تلميع وتنظيف شامل أول حاجة قبل لا نبدأ نشتري لا أثاث ما أدري بيخليني نشتري أثاث بيطلبنا أثاث ولا لا لكن الدنيا تحتاج تنظيف أوهو مكان داخلي يلعب يلعب دقيقين بدينا نطلع يبوا الله يمدينا نطلع يارب ما في مهمات فوق أوه في شجر محروك بس ما توقع في مهمة ولا شي لا نشوفوا الخريطة نظيفة يا هلا والله والله المكان حقه مرة فخم للعبة ليزر تاقصت مرة مرة فخم طيب بما أنه الحين المهمة المطلوبة كاملة كاملة بالكامل مجرد تنظيف والله ما أخليها في خاطري ولا أخليها في خاطركم إياه وريكم حركة حلوة بسم الله شوفون الشيء هذا اللي قدامين يا لبي يا لبي يا لبي والله ما أخذ الموضوع يمكن ثانيتين يا لبي يا شيخ هذا في شيء هنا أوه معقولا ضبطة بي والله في تطبيق دقيقي دي هنجم معكم المهندس الكهربائي يوسف أحمد يعني في حال عندك مشكلة في الكهرباء اتصل بنا حتى نصل اتصل نصل الله يستر بس دعنا نحرق الدنيا شوفوا بحكم خبرتي يعني الفيوزات هذه كلها ممتازة بس هذا هو المحروق مو عشا على دائرة زرقة لا لأنه هو المحروق شوفوا يبدلناه واحد جديد تشغلنا الكهرباء خلاص تجيب ناس كسولة ما تبقى تسوي الشغل بنفسها ليه تجيب كهربائي والتعطي 17 ألف دولار يا لبه والله والله بالله استرخيصة يا لبه هنا والله نفسي أستخدم القاذف اللها بالصدق بس انه فيه أشياء غالية يعني هذا مدري يبغونا ولا لا يديني أبيع الأشياء لحظة الأشياء سمينة نبيعها أول لا هذا ما ينبع أي شيء ما ينبع نحرق وين هذا ينبع لا ما ينبع كيف مكتوب عندي سل أوبجيكت أربعة الله ما أدري ولا أنا أخبط لا 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 تبيع الباب لا لا تدري بسم الله احرق يا حبيب الدنيا احرقها على طول زي السلام عليكم ما عندي دلع أنا أوه شاذا الحمد لله ما انحرقت الحمد لله ما انحرقت هذي اش يعني والله لو انحرقت ضمن بانجلت أوب أشتري وحدة غالية والحين التنظيف هذا شفوا ما انحرق من قاذف اللهب وهذا شيء صراحة كويس جدا 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 كويس الله صارت الغرفة الثانية هذه زي الوردة تبارك الله الحين نروح عند اكثر شيء شيء الهمة بصراحة اللي هو دورة المياه لأنه بس والله حجمها صغير يعني ما فيها أثاث كثير لا 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 بالغلط وربي يش سويتها نبع كان نبيعها على الأقل لا والله وقت نباع أوكي عشان كذا يلا مع السلامة أجل لننظف شبكة العنكبوت شده العنكبوت الضخم يا رجل سوي لشبكة العنكبوت أكبر من الكرسي حق العمام الله يكرمكم هنا يا حبيبي أوكي خلصنا خلاص صار نضيف دورة المياه ما معنى إلا أن نشيلها أتوقع الآن نحتاج أن نشتري طيب يلا بسمنا نشتري مع المشكلة نروح هنا تاسكس يا لبي أوكي أنا في هذه الغرفة اللي هي دورة المياه هذه الحركة الجديدة عليها أنهم يطلعوني الأشياء اللي يبغوني أشتريها بشكل مباشر هذه جديدة عليها كذا أضغط يا عيني بس اللون أنا بكيفي صاح أختار هذا الرخامي نفس السعر يابل نفس السعادة أحلى والله يا لبي يا جماعة أكسم بالله شكرا والله العظيم شكرا هذه جديدة جديدة عليها مرة الحركة دي نزل الرخامة يا حبيبي خلاص شغالين هنا تمام هذا بسم الله هنا ندخل كده على طول قدوا جاهز لك حبيبي هو يقول لك أنا أبغى هذه المغسلة شوفوا لونها غامق والجدار جميع ما تشوفون الطوب هنا لونه غامق فما حيطلع شكلها حلو لكن لو خلنا لونها أبيض حيطلع أحلى أو رصاصي خشبي برضو حلو لا الأبيض هو أفضل واحد ياب شفتوا كيف الأبيض جاء حلو مرة يا بسم الله نركبها يا مسمار أيوة الوين يعني يا لأت أن التركيب كده في الحقيقة يقلع عم الإيزي يا شيخ عزيز سلام عليكم بلى تسليك آجا في تسليك بس إنه تسليك يعني تسليك يا ربي الله بكده نقول رسميا خلصنا المغسلة كل شي قد ننتظر آخر خطوة عشان نقول بنجاح يلا بنجاح صح بنجاح ها شوفوا كيف شكلها جاء يا أجمل والله اللون مرة مخيص حق الجدران بس هم لأنه يبغونوا مكان حق ليزر تاقو لعوزة كيف لازم يكون ايش كذا طوب ومدري كيف فشوفوا كيف جاي شكلها مرة شكرا خلصت من هذه الغرفة برضو أوه شوفوا الأشياء اللي طلعت لي لما جيت هنا يعني فيش يبغالي أشتريها عشرة أسليحة يبغاني أشتري من هذا يا لبي أوكي تعرفوا لأنه هم ليزر تاقو زي كذا فيبغالي أشتري عشرة مرة واحدة كذا نبدل يا خلنا نخلل سلاحة آخر شيء فيه طاولة يمكن ايوه فيه طاولة هذه الطاولة لا مرة رح ناخذ اللون هذا رح ناخذ لهم اللون الأسود حلو عملي حتى بس الأرضية المشكلة يا أخي الأرضية غامقة وذي غام قد دنيا غامقة مرة فلازم تكون الطاولات فاتحة عشان يشكلها أجمل مرة خلنا نحط الطاولات طبعا هنا في الوجه شوفوا الطاولة وكنبة وكنبة كبيرة هذي إيش آآ أوكي برضو حتى هذا زي المكتب أوكي طيب طالبين آآ التلفزيون أوكي ولنبة طيب يعني هذه الطاولة الوحيدة صح اللي حنحط عليها يمكن الأسلحة والله أعلم فنحط لونها فاتح شوية هذا أفضل لون هذا أفضل لون واحدة رح سنحطها هنا كذا شوية النص كذا ايوه واحدة ثانية يا عيني عليك يا عيني علي فهمني ايوه كذا جنب بعض ايوه جاي شكلها مرة حبس خلنا نحطها في النص وش رايكم ايوه الحين خلنا نأخذ الأسلحة صدق ما بديني أضغط يعني أبغى عشرة حبات مرة واحدة ما في لازم حبة حبة آآ لا صح أنا لما أحط كذا على الطول هو حيقول لي أوكي هذا واحد كذا ينشوفوا واحد آآ ثنين ثدين ثلاثة أوه تتعلق يا عيني أوكي هذا الدم تتعلق خلاص كذا ها والله جاي شكلها مرة فخمي الرابع كذا هذي كم دا الحينة يوان نفسي روح لعبنا تحمس والله العظيم طيب نحط كنبة كبيرة ويكون لنا برضو رصاصي فاتح ما في رصاصي فاتح لا هذا هذا أكثر شي فاتح موجود في الألوان ناخذها ونحطها هنا كذا هما بيدخلون من هنا الزباين صح فيجون ينتظرون هنا كذا بشكل مباشر على طول كذا يا قدامهم الشبابيك ينتظرون أحلى كذا يدخلون السلام عليكم يا حبيبي يشوفوا الأسلحة قدامهم إن شاء الله والكنبة هنا يجلسون كذا يتفرجون يا لبه يا لبه هذه يبغى منها عشرة ولازم ناخذ شكل مرة حلو نخيش الألوان المخيصة دي ليه ما في لون فاتح هذا أفضل لون يعني حرفيا أنا ناخذها وبنحطها هاين دمع عشرة بشوفوا دمع عشرة نسويها بشكل دائري شرايكم ولا لا لا نخليها كأنها انتظار والله والله بخليها كأنها انتظار والله العظيم أحس بشكل شكلها مرة أحلى لأنه واضح أنه هنا هذه صالة الانتظار فعلا ببنخليها كذا هذا واحد وهنا ثاني بالله يا جماعة شركوا في الترتيب ثلاثة هنا بدأنا ثلاثة كذا بدأنا ثلاثة كذا باقي كرسي واحد باقي واحد صح نحطه هنا باقي هنا كذا يا أكسم بالله الشكل تغير كليا كنبة ثانية لا دقيقة يو بالله يبغون كنبة ثانية كبيرة أوكي ايش كان اللون اللي أخذناه هذه كذا صح نفس هذا اللون كذا حتكون كذا ما نبغى نعطي ظهرا للأسلحة أشوف أنه والله ما معايا لأسلحة كذا الصدق يعني بصراحة للأسف يعني كذا حلو 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 لا لا حلو مو مرة مخربة مو مرة مخربة عادي التلفزيون اللي حيكون فيه إيش الإرشادات انتبه وانظر هنا ولا تطلق على صديقك ومدري إيش هذا بروري يكون في مكان يشوفون كلهم الأغلب أوهو والله أني احترت حطه هنا يا رجال حطه هنا بس كي ذولا كيف يشوفون طيب وذول اللي حطهم هنا بيصير غباء والله حيرة أكسب بالله والله أني احترت لكن خلا عادي شكل حلو يعني هنا يعني ما هيجي ساعد إلا قليل أهو كيفهم عادة ما هذه علاقة وهذا المكتب لا دقيقة اللون اللون ألوه اللون رصاصي أي وحلو هذا هذا المكتب راح نخليه هنا كأنه هذا حق رائعي لاستقبال كذا حتى جنبه الماسك ذا كذا القناعة هنا والدنيا بس خلنا نحرك الكرسي ذا نحطه كذا شوية فليه ما يجي يا مدير هاي والله كان يجي يقب شي خلاص خلا ما كان آجل ما علينا منه عادي اللمبات النور ضروري هنا واحدة ولا لا دقيقة خلي هنا واحدة وهنا واحدة عادين هنا عند الأسلحة وعند الأسلحة كذا يب أيوه ولع نور فيه زر نور هذا أيوه يا لبي يقطع أم الفخامة يا يوسف اشتل الفن اشتل الفن او هنا كمان كرسي اثريم طاولة ثانية اوه فينا حطها أنا توردت الآن مشكلة أنا ماني فاهم وما يبغونها ليش فتوردت أنا رسميا الآن والله توردت خلاص حط هذه كده في النص خدمة طولة خدمة والله صراحة ماني راضي عن التلتيب الصدق على حق الغرفة لكن شا سوي الأغراض مرة كثيرة وما حاشرينها مرة تلفزيون ثاني يا عيني خلاص انحلت المشكلة حط تلفزيون ثاني هنا فوق والله العظيم شفها أغلبهم يمكنرون يشوفونها والله أغلبهم يمكنرون يشوفونها خلاص حط واحد هنا واجب هذا خلي هنا يا عيني والله يفخام وهات النور هذا حط واحدة كده هنا وهات هذه حطها هنا خلاص أكسم بالله مكان لازر تاك فخم خلصنا الغرفة هذه بالكامل خلاص بس باقي رموف تراش ولا الله ما أدري بس النور توقع لا خلصنا آلا هنا في إجزاز خلاص مية في المية خلصناها يلا روحوا غرفة ثانية يا عيني على القرف تعال 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 ما في زبائل كثير صدقون هنا هنا بس هذا حق الكريك نستخدمه لا حرام خلنا نشيل بالكريك ونرجع لكم بسم الله وعلى برقة الله الحمد لله أنه هذه البراميل كلها ما يبغاني أبيعها ولا أسوي فيها شي فقط بكل بساطة يقول لي يعني إذا تبغى تشيلها ترتبها تغير المكان حقها فقط يعني ما غير كذا قلها مكانها والأمور طيبة وتعتبر سوية شغلك عشرة على عشرة فهذا شيء كويس صدق قيل لكم صراحة هذه عشان نقدر نشوف كل الأوساخ اللي في الماب هتكون مرة حلوة وهذه هنطور ولا نصير أقوى نصير أقوى شرايكم حلو شفتوا هنا كان في وصخ مواضح لما طورنا طلع لنا على الطول وهذه الغرفة الثانية مو مطلوب إلا بس ننظف الأوساخ شكت صدقون أكبر غرفة اللي دخلناها أول مرة هي اللي كان فيها شرا فقط باقي الغرفة الآن مجرد تنظيف أوساخ كذا وتنظف وتلمع الدنيا وصلا الله وبارك على نبي المحمد وهذا شيء مرة مرة يعني كويس صراحة يمدين بيها هذه براميل سقع عبعتها أخا فيقول لي اشتري لا لا فكنا لا تتطمع يا يوسف وردي وصلنا 25 ألف يعطينا يا لب بس أنا خسرت 5000 ترى كنت يوم دخلنا تقريبا 69 ألف يعني تقريبا 70 ألف كنا صرنا الآن 65 فخسرت تقريبا 5000 بسبب الأثاث اللي أشتريته فالربح على الصاف يعني 20 ألف مرة خرافي طبعا المكان ظلام لكن والله ما أشتري نور لأنه ما قال لي اشتري لمبة ولا شي وما أبغى أخسر فلوس على الفاضي يا حبيبي هو ما رح يعوضني إياها ولا رح يعطيني إياها نتحمل الظلام هذا شوية ما في مشكلة هذه الغرفة الظاهر أنه فيها شراء ما حيكون بس دقيقة هي هذي آخر غرفة لحظة ياب آخر غرفة بسم الله أحرق حتى الكنبة يا رجال ما عندك مشكل أنظف من كده ما فيش وأسرع من كده ما فيش يا حبيبي يش 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 ما تحرق من قادمة في اللهب يقلي الأدب يلا الله ما استعان يارب أنه يبقى معايا يا رب في المابات الثانية ما يكون بس خاص بهذا الماب يارب والله لو جاء معايا يالا ببيت والله فأمبسط مرة هذه الغرفة الحين صارت زي الوردة فيه نور فيه نور بس ما أظن راح يشتغل شي يا يعني بغى نشتري نور خلاص حلو هلا والله أول شي راح نشتريه النور يحتاج ثنتين ونحط واحدة هنا والثانية مقابلها مباشرة كذا خلاص ويولع النور يا عيني ما شاء الله تبارك الله يحتاج طاولتين يحتاج هذه حقة زي المجلة مجلة أيوة وحيحتاج ثمانية كنبات كنبة كبيرة وتلفزيونين وآلة قهوة أوكي هنا شكل البريك إذا بعدين يخلصوا بكل شي جميعين يروقون أوكي أوكي ما في مشكلة بسم الله أول شي نبدأ بالكبير عشان الترتيب يكون صح الكنبة هذه حقتنا المعتادة خلاص وراح نحطها هنا في الوجه لحظة التلفزيون والنوية حطه هنا وقع التلفزيون راح حطه هنا فخلنا نخلي الكنبة هذه هنا بهذا الشكل ونجيب الآن الكنبة الصغير يبغى ثمانية ها يبغى ثمانية حبات سلنا نحط واحدة هنا ثانية هنا بقي خمسة نحطها هنا الخمسة هذه وجيب التلفزيون يا حبيبي وحطها هنا أتوقع أنه يبغى طاولة طاولة هذه هنخلي لونها فاتح برضو ونحطها في النص كذا طاولة خدمة لا 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 هتكون هنا هتكون هنا عشان نحط عليها الكافي صح متوقعنا بنحط عليها الكافي والله أعلم ياب هنا الرف حق القهوة حيكون تلفزيون ثاني برضو يا ولد ايش ذا العبث هذولة أغنياء وليش يعني ايش حط تلفزيون تحت بعض الغرفة صغيرة يا رجل خلينا هنا ذولة جالسين هنا يلا حطها ذا هنا ما في مشكلة خلنا نحط هنا بشيل اللمبة دقيقة شيل اللمبة هذي حطها هنا اجيب هذا خليه هنا كذا شغل حتى ذا يمجينا شغله يعاني شغل ما في مشكلة طلع شغل ما يمجينا شغل لي برضو انا ما يمجينا شغلها اوكي اعطيني ابيض ابيض شي في الحياة يا رجل كذا ايوه لا كذا حس احلى ووين مكانها هذي دقيقة هل لها مكان معين ولا حطها في مكان دقيقة خلنا شو اظن انه حسبها خلاص يعني ما لها مكان معين اوكي اوكي حلو حلو كويس انه لو كان لها مكان معين راح اتورط تدلون خلنا نشيل هذا طه هنا شيل هذا طه هنا وجيب هذه والله الترتيب حقي ضايع الصدق وفقدت المهارات حقتي والله يا جماعة اللي اول السبب انه هو قاعد يطلبني اشياء وانا ما نعارف يعني وين حطها الصدق يعني هذه خلنا احطها كذا وهذه يجبها هنا كذا ماشي حال عادة طاولة هذه طاولة ثانية طالبها كبيرة جدا ضخمة انا عارف ليه لكن راح نضطر نحطها في هذا الشكل ما شاء الله عنده فلوس زايدة ذولا كذا شرون اشياء ما الاما داعي لا يا ابو ما بغى احمر يا حبيب هات لون ثاني هات هذا اللون ايوه عندك كرسي ثاني حط هنا جبا هنا كذا اللهم لك الحمد طب هل خلصنا البيت احنا كذا بالكاملة دقيقة باقي اشياء غالة انظيف اه في الباب نفسه اوكي حلو وبره هنا شوفوا الحين لما اطورت هذه هذه صارت اشوف الأوساخ اكثر بمديني اعنظفها وتلاحظون في وساخ صغيرة دي اوه بقي هنا اوكي 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 اتوقع هذا اخر مكان بسم الله اوه هادي يحرق الشجر مدري والله خاف ينقص مني الصدق بس والله والله لو حركت ان شكله احلى يشكل احلى يا الله بسم الله ايوه والله شكله مرة احلى كذا والله الشكل كذا مرة احلى صح ان البلاطة هذا ملخبط بس ممديني اشيلا ولا رتبة ولا شي لذلك الحينه ما معنى بس لان ننظف والله مرة اجمل كذا والحمد لله اوساخ قليلة والله من كثيرة نطلع فوق ممكن في شي اوساخ حاجة ولا شي مش الله فوق عاد ما راح اشيل الشجر اللي فوق لان يعني فوق ما راح يخرب طيب اتوقع الان حرفيا احنا خلصنا لا دقيقة باقي حاجة خيرة يقول ريموف تراش اوه في هذه ما قدع دقيقة وين باقي في قطعة زبالة صغيرة هنا يا جمال لازم نشيلها وين هي 99% يعني فارقة لكن وين هي انا مستغرب مدري والله ما في شي يلا عموما مع نفسك حبيبي اتمنى لكم تجارة ممتعة ومربحة اللهم لك الحمز زيما تشفون تحت الخط الازرق تعدينا وخلصنا بالكامل الحين رسميا نقدر هذا قصد يمكن الله سويتها بالكامل الآن خلاص الحمد لله دخلنا معانا تقريبا 70 الف خسرنا 8000 فربحنا حرفيا 21000 من الشغلة دي مرة مبلغ خرافي صراحة فبسم الله وعلى بركة الله نضغط انتر كومبليت بيعطيني 29157 بيا يا جماعة صار معانا 91421 يا عيني يا عيني يعني بقي لنا تقريبا على البيت عشان نشتري كم دقيقة شوف يا وينك غرفة الهاكر وينك بقي لنا 8000 فقط لا غير 8000 تقريبا يا مو تقريبا 8000 دقيقة شوف 8000 صح دقيقة شوف ايش هذا انا عندي بيتين وات لحظة انا هذا انا هنا موجود وعندي هذا يمديني ابيعة ب61000 لا يعني يول بسين اغنيها هذا ايش ما اذكر هذا دقيقة خلانا شوف يا والله اني مضبطة ايش ذا البيت يمديني ابيعة خلنا شوف اولشي من جو شوف الباب كيف معدوم لا 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 يا القدم يا الهي يا الهي يا فقط فقط الفخمين اللي راح يتذكرون ايش موضوع هذا البيت البيت هذا غالي على قلبي والله العظيم يا الله يا الله يا الذكريات المسؤول قبل اسبوع حطيت الصورة ذي الحين لا يمكن كام بخمس سنين الله اعلم تقدر تشتري بيت وتسويه يا الله هذه الزنزانة كنت حاط كومنتات الناس اللي عاجبتني حابسهم في غرف تفكير غريب ما ادني صراحة لس كنت افكر فيه لكن كان مرة حلو كان عاجبني شوفوا هذا يعني معطيني فكرة حلوة ليش حابسة يقي ليش تحط زنزانة وهنا حاطونا بدورة ميوم اشتركة وهنا زنزانة رقم 4 يا هذا المسكين بديك تحط لوحة فيه اشعار قناتك يا الله يا القدم ذكريات حلوة قسم بالله والله قهر ابيعها بستين الف والله بيجينا فلوس يعني خلاص لازم نتخطأ والله تمام انه اي فايدة لها خلاص وكان مرحلة حلوة وراحة الان ما حنستفيد من نصتك فنبيع نشوف كم يجيب لنا انا اشتريتها بواحد وستين نشوف كم يجيب لنا الله اعلم ما هو معدوم صراحة ثلاثين الف ثمانية واربعين تسعة واربعين خمسين انا ما لهمهم لانه ما في اثاث ما في شي معدوم اوه حلو خمس وخمسين مرة حلوة يعني كون خسرنا تقريبا خمسة الاف يبديني اكلمها اظن يبديني اسوي ايوه احاول هي طلبة خمس وخمسين بحاول لو تزيدها عشر الاف يعني تصير خمس ستين نطلع ربحانين والله ما دلي توافق ولا لا دقيقة لا 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 ما رح اكلمها cancel 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 رح اكلم اللي تحتها هذولا هذولا رح اكلم اللي تحتها واقل لهم زيادة عشر الاف انا شوف يوفقون اه يلا الله بثلاث وستين الف لا انا كلمت زي ما ما اكلمها ها ها نو لا ما بغى اتسف مو انتي والله مو انتي مو انتي باكلم ذولا ذولا اه ما بديني اكلم الا اعلى واحد بس اوكي الحين ما عادي بديني اسوي مفاوضات خلاص قالت لي انقلع انا قلت وكل نحر الله والف مبروك خلاص بيعنا البيت يا جماعة الف مبروك بيعناه بخسارة خمسة الاف عادي بس شوفوا كم صار معنا الحين يا جماعة الخير يا لبيه مية واثنين واربعين الف يعني زي السلام عليكم نقدر نشتري اطلق غرفة هكر في الحلقة القادمة